السلام عليكم ازاي? خليني كده اقوليك حاجة بسيطة جدا 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 من السطب الجديد بتاعنا ان شاء الله لان انا عارف مش ناس كتير هتشوف الفيديو ده فالناس اللي انا بحبهم هم اللي هشوف الفيديو ده فعلا فانا شايف ان الخلفية دلوقتي اضاقتها عالية شوية فهم اعمل كده بكل بساطة من النوبايل بتاعي اهلل اضاقتها او على حسب اللي انا عايزه اقدر ان انا اخليها مش اصفر لا 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 فموضوع الالوان ده خليه في فيديو السطب ان شاء الله اللي كلها حاجات بسيطة ويبقى جاهز فبمناسبة بقى العام الجديد والدنيا دي والشغل الجديد انا انا اقول لكم بإذن الله على بلان او خطة جديدة مع العام الجديد فقررت ان انا اعمل استوديو او سطب جديد بص بشكل مختلف كليا عن اي سطب شفته عندي انا بالتحديد قبل كده شغل جديد حاجات جديدة كمان في المونتاج في كل حاجة او عادة كتشوف حاجات ومتعة بصرية هتكيفك وهتعجبك جدا 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 فادعونا بالتوفيق بإذن الله في اللي جاي المهم انا اشتريت شوية حاجات من موقع نون على سبيل المثال اشتريت القطع دي واشتريت كم حاجة دول وطلع فيهم حاجات بيضة في حاجتين تقريبا كده بيضين اه لو ورتك الكادر دلوقتي خلينا نلفه كده مع بعض شايف الجزء اللي وراء الطرابيز اللي وراء دي مليانة منتجات ومليانة حاجات اه يعني عشان اه اوضب بيها السطب بتاعي فطلع في بعض الحاجات في مشاكل ولابد ان الحاجات دي ترجع انا مش هاخدها اوديها فين فلابد ان هي ترجع وبالتالي وانا برجع الحاجة دي قلت طب انا هعمل فيديو علشان الناس اللي مش عارفة ترجع الطلبيات اللي فيها مشكلة او بيضة ترجعها ازاي فهقولت لازم نصور فيديو ده عشان تعرف لو جبت حاجة ازاي ترجعها لموقع نون او امازون او اي بقى موقع انت بشتري منه عموما ازاي ترجع الحاجة اللي انت اشتريتها للموقع ده تاني مش كده وبس هقول لك ازاي تستلم فلوسك وتعمل بها ايه وتعالي احكي لك اللي حصل معايا يلا بينا مبدأنا دخلت على العمليات او الطلبيات اللي انا عملتها وهتلاقي كلمة طلب ارجاع او المرتجعات عموما فبتضغط على طلب الارجاع ومنها بتختار المنتج اللي انت بالفعل عايز ترجعه هنختار مسلا المنتج ده فيطلب منك ايه هي الاسباب اللي انت عايز ترجع بسببها المنتج وهشرح له يعني تسكرايب كده بسيط هشرح له فيه ايه المشكلة اه اللي في المنتج نفسه فخلينا نشرح وبعد ما نهيت الشرح بتاعك هتوصل لانك ترفع صورة للمنتج لازم اه يعني الموقع يشوف صورة للمنتج وحالته عاملة ازاي هتختار اه يعني صورة للمنتج لازم تصور لايف باستخدام الموبايل وباستخدام التطبيق ما نفعش صورة موجودة عندك قبل كده فهترفع المنتج بكل سهولة هترفع صورة صورتين زي ما انت عايز وبعد كده هتدوس ان انت موافق على الشروط والكلام ده كله سياسات الاسترجاع وبعدها بتعمل طلب ارجاع وبس كده بكل بساطة بيتم طلب الارجاع وبعدها تلاقي حد تاني يوم كلمك انا عملت طلب ارجاع مبارح وكلموني بالفعل النهاردة الماندوب كلمني وقال لانا واقف في المكان الفلاني اسازينك بعتلي المنتج اللي هتعمل له ارجاع بالفعل بعت له المنتج وبخلال حوالي ساعة بالزبط كانت الفلوس راجعة لحسابي بكل بساطة وكل سهولة تقدر بقى تحاول الفلوس دي مسلا لكوبونات هدايا لو انت عايز تعمل هدايا لحدة وتبعات لكوبون يشتري من خلاله تقدر انك تشتري بها تاني من خلال الموقع اللي انت جبت منه فده بكل بساطة ازاي تعمل الطلب ارجاع لاي منتج وتاخد فلوسك تاني انا عارف ان الفيديو كان صغير ويمكن تشوف ان هو مالوش داعي ولكن في ناس كتير جدا لي ما تعرفش تعمل كده خليك فاهم فلو انت المحنكين اللي بيعرف اعماله الكلام ده اعتقد انك تسيب اللي ما يعرفش يفهم لان فيه كمية تعليقات سخيفة بتيجي انا شايف ان انت تتوفر وقت من عمرك وما تعملهاش او بس يا سيدي دي كانت كل حاجة بكل بساطة ازاي ترجع منتج لنونة واي موقع انت اشتريت منه فلو الفيديو عجبك وافادك اللايك وتشترك في القناة وشير الفيديو ده واستنى العظمة اللي جاية بازن الله وانتقابل ان شاء الله في فيديو جديد والسطب الجديد واعتقد ان احنا نودع الكادر ده لان الفيديو الجاية ان شاء الله يكون من السطب الجديد سلام